أسعد أوقاتكم وأتمنى تكونوا صحة وعافية الخضرة اليوم هي محاضرة Operative عن موضوع Resin-Based Composites طبعا هذه المحاضرة هي المحاضرة الأخيرة من محاضرات Operative نوعا ما طويلة بدأ ما قسمتكم إياها إلى two parts صارت كلها بone parts لكن هذا part شوي طويل تحتاج منكم تركيز شوي وتحتاج إعادة اسمعوها أكثر من مرة حتى تساعدكم لمنتجون تحفظوها بالنسبة لل Resin-Based Composites هذه الماتيريال تم تصنيحها أول مرة في 1962 وهي عملت نقلة نوعية بالDental Material طبعا أول ما تصنعت الماتيريال لم يكن باستفادة والخواص اللي هو عليه اليوم لكن التطورات اللي صارت عليه أحدثت تغيرات مرة كبيرة بهاي الماتيريال ومتطت أدفانتج كل شيء غوية بها الأدفانتج أو الإنديكيشن أو هذه الماتيريال طبعا نقدر نستخدمها بكل الإخلاس هات أو يعني خلاس الone والtwo والثري والفور والفايف والسكس أو أيضا نستخدمها بحالات أيضا نستخدمها بحالات لما يكون عندنا بها أريد ألصق فراكتشر piece of the tooth أو حتى لو كان عندي فراكتشر يعني مو بس التوت مكسور وإنما الفلنج أيضا إذا كانت مكسورة فأقدر أسوي رستورينج باستخدام الكومبوزيت سواء كان فراكتشر بيها أو يعني فراكتشر الفلنج بالأمالغام أو بالكومبوزيت فأني أقدر أستخدم الكومبوزيت حتى أصلح الجزء المكسور مثلا على حسب وضع أيضا أقدر أستخدمها كفشر سيلنت يعني الفشر سيلنت في الحالات اللي يكون سواء الكاريزما ممتدة أو for preventive measures فأقدر أستخدم الرسم based material أستخدمها أيضا حتى أسوي core buildup ومثلا هنا إذا كان tool structure باقي جزء بسيط فنسوي buildup listing مرة ثانية حتى وراها بعدين نسوي لأكرام أيضا أستخدمها لما أريد أسوي سيمنتيشن للorthodontic brackets أو في حالات لما يكون عندي مثلا السنصير بلوكسيشن يعني طلع الجزء يعني السن طلع من السوكت مالتا نتيجة accident فمثلا رجعتها وحطتها بالسوكت مالتا فأقدر أسوي وطلن سبلنت هذا السبلنت أستخدم وائر وأستخدم الكمبوزيت حتى أثبت السنت مع الادجيسن أو حتى في حالات معين لما يكون التوث فريدنتيكلي بمثلا problem وتكون الالتيث بها فأقدر أستخدم الكمبوزيت مع الواير وأسوي سبلنتينج للتيث وأيضا نستخدم الـ رسم بيز ماتيريال حتى نرسق بها الـ indirect restoration أيضا يفيدني بها الحالات أيضا إذا عندنا مثلا حالات أريد أغير بها الـ color مالتها الـ shape فأقدر أستخدمها حتى أسوي direct veneer سواء direct مثلا slow veneer يعني أسوي cover كامل أو أسوي partial veneer أو الكلام التوث بجزء معين متغير فأقدر أيضا أستخدم هاي الماتيريا وأيضا في بعض الحالات لما يكون مثلا الـ تيث صار بيها recession فالـ root of the teeth مبين فأيضا أقدر أستخدم resin-based material حتى أسوي desensitizing للسن بحيث الإعازات البارد والحار ما توصل إلى السن بالنسبة للـ contraindication of resin-based composites فإحنا ما نستخدمها لما تكون عندنا حالات ما نقدر نسوي بها عزل للسن نتيجة bleeding نتيجة saliva أو كذا فبهاي الحالة الـ composites هو contraindicated بشكل مطلق لأنه حكينا بالمخاضر السابقة حتى نسوي application فنقطة حرجة أنه تكون عندنا الـ complicated أيضا بحالات لما يكون class 5 بـ area هو مثلا not aesthetically critical ويكون class 5 already ممتد للـ surface أيضا restoration ليس aesthetically good فكلما أحاول أبتعد عن هذه الصفة أو أوازن بها بالنسبة للـ مع composites فأكيد هو aesthetically مقارنة بأي material أخرى وأيضا هو يحافظ لي على tool structure وما يطلب من عندي أبعاد معقدة بالتحضير مو مثل amalgam نحن دائما نقول amalgam how good width how good depth how good matter age بينما composite تطلع أنه we are following the carries وبهذا بهذه الطريقة لا أحنا أخذنا من tool structure ولا كان preparation صعب علينا أيضا هي كمaterial تعمل عزل حراري يعني إذا سويت لها application direct يعني سويها application direct on tool surface ما نحتاج نحط تحتها base material lining ما نستخدمها إلا في حالات عندما يكون عندي كلش deep أيضا من ضمن the advantage of resin based composites أنه bonded toot structure ونحن حكينا بالمخاضرة السابقة أنه support the toot structure مثلا الamalgam هو support on the toot أما composites فهو support the toot وبالتالي مثلا إذا تصير force على toot سيصبح بها distribution evenly وبالتالي يصبح بها fracture ونتيجة هذا bonding أيضا رح يمطيني good retention هاي المaterial أتوقع عمر سيكون أطول المايكرو ليكج مالد لأنه already interfere with tooth structure ويتصبح بها bonding أيضا ال staining اللي ناتج عنها نتيجة هاي المaterial الحديثة يعني تتسم بهاي الخواص بينما القديمة كانت بها بعض العيوب مثلا من ضمن صفاتها أيضا يعني أنه سبيها minimal staining لأنه it's already bonded toot structure فهو يعني شنو؟ يعني يصير أدنى interfere بالcolor material ما بين tooth والfilling بينما هي نتيجة good bonding معنا interference هذا ما بين الفilling والتوت يكون قليل أيضا هي repairable أي كسر بها أو بالتوت structure فإحنا بإمكاننا أنه منعد كل الفilling وأنه بس نصحح الجزء اللي بي مشكلة بالنسبة للdisadvantage of resin-based material composites فإنه أول شيء فقرة تلقى formation خاصة أطلق هذه الصفة تصير لما أستخدم هذه المaterial على root surface لماذا؟ لأنه composite العفوان هنا bonding مالتا مع root surface فلما أستخدمي polymerization أو أحاول أخلي الcomposites صر بي setting أو light curing صر بي شرنكج فهذا الشرنكج القوة مالتا باتجاه center of the filling حيكون الشرنكج أقوى من bonding مع الفilling هو tooth surface وبالتالي رح يصير عندي هذا الـ gap إذن الـ restoration تعتبر difficult من أي ناحية أنه عندي بها مراحل أنه عندي edge عندي bond إذن نحن أخذ أنه الـ bond بي مراحل أيضا فهو تعتبر sensitive technique sensitive تتطلب أنه ما يكون عندي لعاب لازم يكون الشغل جداً دقيق material ما تسامح بالأخطاء فهي تكنيك sensitive وبالإضافة إلى أنه cost مالتها أعلى مقارنة بالامالغام وهي time consuming اكثر لأنه تحتاج دقة وتحتاج مراعاة إلى خطوات الـ application مالتها أيضاً بها يصير عندي ممكن occlusal wear خاصةً لما تكون هاي المaterial يعني أنه كل occlusion يأتي على filling material وبالتالي أتوقع أنه يصير عندي بها occlusal wear بالمستقبل بالنسبة لل composition of resin based composites هو رح يتألف من resin resin هذا تشوفون هذا الوردي الفاتح وهو resin matrix يعني قالب أوكي ويتألف من filler particles اللي هي هذه الورديات وأيضاً يتألف من coupling agent عفواً قبلها filler particles شنو اللي راح تسوي لي هي راح تمنع لي deformation of the matrix أنه يصير بمشاكل أيضاً تنطيني mechanical properties للcomposites هي مثلاً هسا راح نجي ناخد أنواع نعرف أنه بها sizes بها على حسب size مثلاً esthetic properties ممكن أيضاً تنطيني mechanical properties على حسب size of these particles بالإضافة إلى أنه تنطيني مثلاً radio lucency أو radio opacity راح تعتمد على صفات filler particles اللي موجودة ضمن matrix يعني هو قالب هو matrix و اللي هي الفلر راح تنطيني صفات كل الانواع composite اللي راح نجي ناخدها بعدي أيضاً شوفوا لي هذا هذا الأزرق الفاتح اللي هو matrix وهي هذه الأزرق الضوخ اللي هو filler particles دائر ما دائرها راح يكون coupling agent اللي هو راح يساعدني على أو اللي يربطي ما بين matrix و الفلر particles و راح يوزعي اللي يصير على المaterials يعني هو stress absorber وبالتالي يعني لما يصير عندي التحام ما بين مادتين فأي قوة مسلطة على مادة نتيجة وجود التوزع على المادة الأخرى أيضاً بال من composition of composites initiators يعني شنو؟ يعني في حالة سناخد أنواع من composite light cure composite فهي initiators العلاقة بالlight من هاي initiators اما في حالة النوع الآخر اللي هو chemical cure نتيجة التحام مثلاً شون نفس فكرة البيز والcatalyst عفواً إنها initiators فهي اللي تحبس بداية التفاعل حتى يصير وراها بها setting للمسلية وأيضاً أكو عندنا مواد مثبتة stabilizer والpigments اللي هي مسؤولة للطيني اللون والcomposite